سامي من اكثر الاشخاص سيئل حظ في العالم لما امه ولدته ماتت ولما حبه واحدة انتحرت ولما جيه يسلم على جده اتوفى فشل دراسيا وعاطفيا الحياة كرهه على الاخر شغال كمنظف شوارع فقير ومشرط وباقس ومريض بس رغم كل ده ما انتحرش برضو وعنده امل لسه ان المستقبل هيبقى احسن قدام محققين الشرطة في المدينة بقالهم اكتر من اسبوع بيلقوا جثف فتيات ليل مقتولة ومشوهة بصورة بشعة واكن فيه سفاح بيعمل كده فيهم للمتعة مش عارفين هو مين وبيعمل كده ليه ولما فتشوا في الحمام لقوا اثار دم كتيرة ومرهم غريب معروف انه مسكن لألام الظهر ايه اللي جابوا هنا وايه علاقتوا بالسفاح لان الكريم ده اصلا ما بيتبعش هنا في المدينة وسامي في الشغل عمال بيفكر في الستات لانهم اكتر حاجة بيحبها خصوصا فتيات الليل وفجأة حاس بألم شديد في ظهر وعلاج الدكتور بتاعه ما جابش نتيجة نهائيا رغم ان الدواء غالي جدا وفعال فرح سامي يكلم الدكتور ان العلاج ما عملش معه حاجة فيقوله الدكتور خلاص تعالي للعيادة بالليل ابص على ظهرك وممكن نعمل عملية كمان المهم ما تتأخرش علي عشان سلامتك يا سامي المحاقق جاك قرر يدور في كل سجلات الدكاترة ويسألهم ويعرف مين فيهم بيبيع الكريم الغريب اللي لقوه في كل مصرح جريمة للسفاح المجهول ده فجأة جات مكلمة من الشرطة للمحاق مونرو ان فيه دكتور غريب مرضاش يديهم اي معلومات وشكين فيه فقررت الشرطة تروح له فورا وسامي عند الدكتور عمل بيطمنه ويقوله ما تقلقش هعملك عملية بسيطة يا سامي بس لما بص الدكتور لقى وحش غريب في ظهر سامي مش عارف وصله هنا ازاي ومش عارف يعمل ايه في معمل الابحاث الامريكي استخرجوا شوية من الكريم بتاع الام الظهر عشان يفحصوه فكلهم اتصدموا من الكائنات الغريبة اللي بتتحرك في جزيئات الكريم وهي عبارة عن وحوش بتنمو في جسم الضحية وبتقتل البشر وكل ما بتجوع بتسبب ألم لحاملها عشان يأكلها لحوم البشر وده سبب الألم المستمر اللي بيحس به سامي لان الوحش جعان جواه والدكتور بيحاول يحل مشكلة سامي لقى المحاق جاك ومنروه جايين يفتشوا العيادة والدكتور مش مهتم لان هو اللي زرع الوحش في ظهر سامي عشان يجربوا عليه وتقلب السحر على الساحر والوحش جرح الدكتور ولما دخل المحاق مونرو يتصدم ويلقى الوحش هجم عليه هو كمان وأصاب عينه والمحاق جاك كمان الوحش قتله والمحاقين ماتوا وهرب سامي بسرعة مش عارف ايه اللي حصل ده أهم حاجة يخرج من المنطقة هنا ويبعد عن الشرطة وبما انه بيحب الستات فراح تشد الفتاة ليل وهي مش عارفة الوحش اللي معاه ولما قربت منه الوحش هجم عليها وقتلها وسامي الصبحي لقيت تليفون رن وحد غريب بيقول له اهرب بسرعة لان الشرطة هتجيلك فسمع كلام الشخص الغريب وهرب بسرعة وبيكون دكاترة المعامل البحثية الأمريكية رايحين بنفسهم عشان يقبضوا على سامي والوحش لانهم خطر على الكل دلوقت وعمالين بيصلوا لانهم مش عارفين هينجحوا ولا لأ في المهمة أما بالنسبة لسامي فعمال يشرب في مخدرات عشان ياخد باور ويهيق نفسه للمعركة الجاية بعد محاولات كتيرة فشلت القوات في السيطرة على سامي وقتلهم كلهم سامي سامي يعرف خطورة الوحش الموجود في ظهره ده وقرر انه هيبقى شخص كويس مش هيأكل الوحش غير لحوم الأشرار والفزدين وبس على الأقل هيحمل مدينة منهم ومهما الشرطة بعتت عليه قوات عشان تقتله أو تقبض عليه هيصدهم كلهم لانه لازم يعيش بحرية سواء بقى الوحش ده كان ملتصك بظهره أو لا ديه نهاية القصة ديه وفيه قصص تاني هنلخصها في الفيديوهات الجاية ان شاء الله